تنهض كل صباحاً لتقف هنا قبل أن تقابل مساعدك وعمالك ماذا ترى؟ أرى عمراناً وأزقة أم يدي يمدأها بشر يسعون في سبيل رزقه وأتساءل في نفسي هل هم حقاً سعداء؟ هل هم حقاً يحبونني؟ أم إنهم يتظاهرون بذلك؟ وأين ذهب موظفوك وعيون عساسك لانتشرت بين الناس؟ ألا ينقلون لك أخبار رغية؟ بلى إنهم يفعلون لكنها مجرد أخبار وأرقام لا تعني شيئاً فإذا أردت أن أنزل للطرقات والميادين سبقوني إليها فجاهزوا كل مظاهر الاحتفال بغية إرضائي فامتهن الناس الرياء وأصبح التجمل عادة والنفاق مين؟ إطمئن فرعيتك تحدك وجندك يقفون إلى جانبك ويأتمرون بأمرك ما الذي تريده أكثر من ذلك؟ دعنك هذه الوساوس والتمتع بما أنت فيه فقد فاتتك مباهش كثيرة ابنتنا الصغيرة فكت عقدة قدميها ونساء المملكة شاركناني فرحتي كانت ليلة مليئة بالسمر والأراني ولم أكن أعرف أن رملة تملك صوتاً ساحرة الأميرة رملة؟ كانت متألقة جداً شابة وفصيحة والأهم من ذلك إنها أميقة وقريبة إلى القلب الأميرة الصغيرة تعلقت بها كثيراً ورفضت أن تنام إلا على صوت غنائها الساحر أميرة وتغني؟ وأي صوت؟ لا أبالغ إذا قلت لك إن صوتها كصوت العندلي ليس الآن فالطبيب في عجلة من أمره لا يصح قليلاً من اللبن لا يضير سنشربه في الزيارة القادمة ولكن لم تقل لي كيف أصبح ولدي؟ سأرسل لك الدواء مع العطار طمئني إنه أفضل حالاً لا أعرف كيف أشكر مولاتي هذا فضلاً لن ننسى مولاتي ما الأمر؟ سمعت جلبة في البهو ورأيت امرأة تستحموا في الماء والحراس في حيرة من أمرهم قلت لنفسي ربما همك الأمر فتجرؤين على مقاطعة حديثي مع مولاكي من أجل أمر تافن كهذا ما بالكم تشكرون السيوفكم في وجه أيها الحمقى؟ ألم تروا في حياتكم مرأة في العقل الخامس من عمرها تستحموا في الملكة؟ هذه المرأة ادعت أنك أطلبت هذا أستباس عليكم دعوها وشعنا أرأيتم أيها الحمقى؟ هيا، اغربوا عن وجهي فأنا أريد الاستحمام فقد دعوتني إلى زيارتك وأنا ذا قد لبيت الدعوة لست دعبة ولا جائعة ولا عطشة أنا بحاجة أن ألظف جسدي فهل يضيرك ذلك؟ ولماذا لا تستحمين في القصر؟ ففيه ماء ساخن وعطور وكل ما تحتاجين إليه لا أحب الحمامات المغلطة ولا الماء الساخن تعجبني هذه النافورة إنها تشبه السماء حين تنفت إنها أمرأة رونة يا مولاي لا أسنا بس فعند المجانين أحيانا حكمتهم لا يشعوا عليها العقلاء هل تعجبك حياتنا أحده؟ نحيا في مدينة جميلة ملكها لا يبخل علينا تكاليف الحياة ما الذي نريد أكثر من ذلك؟ ولكننا ضيوف على الملك أمار ومعرش مملكتنا مقتصب من ملك آخر إلى متى يظل الحال هكذا؟ لم أفكر يوما في الأمر كل ما عرفه أن والدتك هربت بكما إلى هنا بعد سقوط أوركيديا وكان من حسن حظي أنني نجوت من المذبحة وألحقني أحد الخدم بكم والشكر للملك أنمار أن آوانا وأكرمنا طوال هذه السنين فلم يخطر ببالك يوما أن يموت الملك أنمار؟ كيف سيكون حالنا من بعده؟ هل سيعمل الحاكم الشديد على إكرامنا؟ أمنه سيقوم بالمقايضة علينا وتسليم رقابنا لشنابيد؟ عطبا، ما الذي ترمي إليه من وراء كلامك هذا؟ أنا وقت العودة إلى ديارنا أية ديار التعصر؟ أوركيديا؟ ديارنا وديار أبائنا؟ كيف ومتى وبأي طريقة؟ ونحن لا نملك إلا نفسينا؟ العودة إلى أوركيديا تحتاج إلى جيش جرار فإن هو هذا الجيش؟ وكيف لنا أن نجمعه؟ وهل سيسمح الملك أنمار بذلك ونحن تحت سلطته؟ وعرضا بذلك هبنته مع الملك الجنابي للنقط؟ أنت تحلم؟ ربما، ولكن من غير وجه الدنيا غير الحالمين ولكن قل لي، ماذا نفعل في السوق؟ لما نحن هنا؟ هل تبحث عن شيء؟ هل تبحث عن شيء؟ هل تبحث عن شيء؟ هل تبحث عن شيء؟ لباس الملك، لنظر يثير العجب؟ لا، إنما يثير العجب هو جرأتك مو أنا أعجب لحلمك ألا تخاف منك مما من الموت مثلا ولما أخاف قبل أن نولد كنا في المجهول وبعد أن نموت نعود إلي الذي أخافه هو الألم والألم لا يأتي إلا من امتلاك الأشياء لذلك أنا كما ترى أنت ملك إن فقدت السلطان تتألم وأنت أب إن فقدت أبنائك تتألم أما أنا فما الذي قد يؤلمني أنا لا أملك لا سلطانا ولا أبناء لا أملك سوى ثوب الذي أنتظر أن يجف حتى أعود فأرتدي هل هذا تغفظين أن تأخذي ثوبا جديدا؟ وما أصنع به أيها الملك ثوب واحد وأجده ثقيلا علي فما بالك بثوبين؟ كم تبدو مملكتك جميلة من هنا يا أولاي؟ أوليست في الحقيقة كذلك؟ يحسبها الناظر من شرفتك كذلك ولكن من يعيش هناك تحكي في شوارعها لا أطري ربما لا وربما نهم من يعرف؟ هل تعافى الصغير؟ عينه الطبيب وزوده بالدواء اللازم وقد بلغني أن أطمئنك أنه سوف يتحسن خلال أيام أرجو ذلك إلى أن يتعافى لا تنقطع عن زيارته